فالكنيسة مش هو البناء فالكنيسة إن صح التعبير هي جسد المسيح اللي بتجتمع في بناء فالبناء مش هو الكنيسة الكنيسة هو الجسد أنا وإنت اللي نؤمن بالرب يسوع لكن أنا وإنت منجتمع في مبنى وهذا المبنى حتى نعبد الله نعظم الرب والمفروض ما نترك الاجتماع مكتوب غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فإذن في جماعة وهي الجماعة إحنا بنجتمع مع بعض حتى نسبح ونمجد الرب كجماعة بنجتمع حتى نعبد الله حتى نعبد الله من خلال التسبيح ونعبد الله من خلال قراءة كلمة الله قراءة كلمة الله في الكنيسة جزء مهم جدا لازم نعطيها الشريحة الكبرى قبل الوعز وقبل التفسير فلازم نقرأ من كلمة الله وعندما أقول نقرأ يعني مش تتمشي لك مزمور على الماشي ولا أكم آية على الماشي لأن الناس بتتعب ولأن الناس خلاص تعباني وإحنا في عصر السرعة لا كل شيء إذا أنت بدك تخذه بسرعة بتتركه بسرعة لكن لما بتدرس كلمة الله من خلال الكنيسة بعدين الكنيسة أنت بتسمع الوعز التعليمي وأيضا بالكنيسة أنت بتعبد الله بتعبد الله من خلال عطائك أنت بتعطي لأنه مفروض كل مؤمن يعطي العشر للرب ثم أنت موجود في الكنيسة لأنه في شركة والشركة مع إخوتك وأخواتك المؤمنين وجزء من العبادة المسيحية اللي هو العشاء الرباني أو المناولي كسر الخبز منتذكر موت الرب إلى أن يجي هذا باختصار شديد فالكنيسة هي أنت وأنا جساد المسيح